اشتركوا في القناة 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 قلت يا أخي في البداية كان في حماس معنا ثلاثة كتشات أمريكيين معنا لعب أمريكيين الشباب كلهم يعني ودودين في لطافة في الموضوع يعني في حاجة أنت تبرتج عليها و جاء معي واحد صاحبي كمان في نفس الحارة و كنا نروح التمرين سوا و نرجع من التمرين نتكلم و الشخص هذا مشتهد زدا و كده عرفته عادل نور فشخص زدا يعني مشتهد و كنا نتحدى أنا و هو كان في الوفنس و أنا كنت في الديفنس فكان في تحدي بيننا كلنا نجده عن اللعبة و هو يتحسن و أنا أبغى أتحسن و نتحسن سوا و فيه الكورتر باك حقنا الأمريكي جهاد كان يعلمنا و كان يعني حارب و أنا سوالله مرة كثيرة هو مسكين كان طفشان شكله و ساعدنا طبعاً أي اتروبيوت يعني أبغى أتروبيوت لجهاد لأنه نحن في أمريكا و صراحة يعني ما يعني I really love that guy يعني في الصعيد البرس الشخصي أنا يعني أحب جهاد صراحة هو صراحة إضافة على الشيء اللي قلته يعني غير الكوكب اللي كنا مع بعض الشباب بالذات هذي البداية بس أنا بعدها سار فيه يعني يعني أول هذي أول شهرين أول ثلاثة شهور بس أول شهرين حتى هي شوف يعني استمرارية اللعبة كانت بانضباطية الشباب صراحة إني هي تعلمك إنك تكون كأنك جندي أو بشكل عام أنت جندي أصلاً يعني التمارين حقتها الكارزمة حق المدربين صراحة إن هي يعني واحدة من الأشياء اللي خلتنا نستمر صح صح طبعاً في الموضوع دي بالذات أنا معايا خلينا نقول يعني أيام ما دخلت الفريق أنا أريد أن أتكلم على عبد الرحمن عبد الرحمن توفيق والكوتش عبد الله صراحة يعني كان لهم يد كبيرة بعد الله سبحانه وتعالى إنه مثلاً الفريق يستمر الفترة هذه البداية كانت بعد جت موضوع الكويت أوكي طبعاً الكويت إنت أنا عارف إنه حاطنه لعبتك أوه والله بيقوا والله كريت مو مريز والله شوف إيه خلينا نرجع حاجة واحدة إنه في الكويت إنه شوف هي كأول فريق سعودي مثلاً يطلع يعني وأول لاعب يسجل تشداون أوكي يشوف والله يعني أول لاعب يسجل تشداون هذه ترى أنا شوفها من منظوري شخصي هذه كان أي واحد من الشباب كان ممكن يكون هو الشخص اللي سجل تشداون إيه الليال كلهم كانوا كويسين ما في أحد ما أقول يعني 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 أوكي في سجل تلمت العالة كلهم كانوا كويسين في ناس كويسين يعني ما شاء الله كانوا ممكن حتى يدفعوني إن أنا أتحسن يدفعوني إن أنا أتمرن يدفعوني إن أنا يعني أقول لك إنه أنا أبغى أصير كويس معهم ما أبغى I want to be left behind نتكلم عن ياسر علي نتكلم عن محمد الشرف عن أمجد أفرو نتكلم عن شريف نتكلم عنك أنت عندك ما جيت كويسين والعرف يعني اللعبة I really I really I really hoped أنك أنت تكون معانا في ذلك اللعبة بس إنه He was part من جدة هنا كنت تفرجل براه كنت حاضر نفسيا وروحيا I really wanted to do something for you إنك أنت ما أنت معانا تعرف لما أنت لما يكون في واحد من أصحابك أو أطلقاك في الفريق ما يصير له ضرف ما يقدر يجي أنت يو كري ذات نيو عارف يعني يو شو تكري ذات نيو حتى لو في شغل في دراسة في أي حاجة في يعني فيه responsibility عليك أنت لما تسوي حاجة مع شخص وهذا الشخص ما يقدر for certain reason ما يقدر يجي معك أنت لازم تشيل responsibility هذا أنا ما أقول لك إن أنا شلته أنا متأكد أن كل الشباب اللي كانوا معانا حاولوا يشيلوا هذا responsibility وحاولوا يكونوا يعني يعني قد المسؤولية وكثير يعني كلنا حاولنا يعني أول مباراة لعبناها كان الفريق حق الكويت يعني ما شاء الله كانوا كويسين يلعبوا رقبي عندهم contact عالي مع tackling يعني هذه الأشياء ما تكتسبها من صدفة ما تجيك صدفة تجيك مع الـ practice لازم تتمرن عليها أعرف فالفريق الكويت كان عنده يعني هذا الميز أنه يعني يعني they know how to tackle they are engaged in contact we are not engaged نحن أول مرة في حياتنا نلاقي الرجال قاعد يجر عليك full speed big dude راعة كبيرة كدا عارف أنت تطالع فيه تقول كيف حلتكله عارف؟ وأنت لسه أه 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 في بز عارف 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 ك jakieś عبد الله يو يو بوش بالبز ببسا عارف؟ تجي يطائر تجي مسرع تبتكلو بس كدا الأخرة لحظة يوهزتهت فلما يوهزتهت إنت عارفتا او اي 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 ما اوه سلايد خلينا تكلم شوية بعد التجدعون او يعني فترة انت استلمت الكورة اوكي طب خلينا قبل ما احنا انا بغير صاحة باش رح الظروف حقه المره لانه كانت الظروف مره صعبه يعني ممكن احنا تحسونها بالغ ولا اكذب ولا اقول حاجة يعني مثلا احاول اخليها مره حلوه ولا ممعها والله ما اكذب هذي حقيقة جدا احنا وصلنا الفريق كان عده 27 عشرين 14 من السبع وعشرين قبل المباراة كانوا عندهم يعني مرض معين ما اعرف اش هو بس كانوا فيه 14 الله يكرمكم يعني يرجعوا وحالتهم صعبة انا ما كنت قاعد احاول احاول يسوي انه ما انا انا عبان و انا حاس اني خلاص دايخ فاصل مره معمي يعرف بس حاول امسك ففجأ خلاص قلت ما انا قادر لازم ارجع وروحت للجنب وقعد ارجع وفي معي يمكن ثلاثة يرجعوا يعني هنا وتلاقي هنا عيال كيف حنلعب وإحنا تعبانين وما تعبانين ونكتش يقول لنا هذي انتو كذبين وما تبغى تلعب وخفتوا لما جفت الناس جوه رجال كبار قيه جوكم خفتوا وإنه والله ما أخفنا بس هذا الحقيقي احنا تعبانين احنا عالم تعبانين انا عارف نفسي انا قاعدة ارجع من خوف ما قيت سويتي في حياتي فرجال مصرين ان احنا خوافين فقلت والله مني خايف والله لا ألعب والشباب اللي معنا كلهم الله طب العافية يعني قالوا خلاص هنلعب طبعا في ناس ما قدروا يجوا من المباراة من الفندق خلاص فصلوا اخذوا حبوب اخذوا شيئا اللي هي يعني تمنع الترجيع الدوار ما الدوار هذا الشيء اتحدي المعدة اتحدي ليه اتحدي المعدة محبوب بحاجاتنا اشياء يعني اشياء عايدية اشياء طبيية وحاجات يعني راحوا المستشفى حتى اخذوها اوكي فما قدروا يجوا معانا الملعب فقاعدوا في فندق فدحنا احنا دخلين المباراة وعالم تعبانا وتقريبا اداءنا مرة وويك وطبعا اول درايف في حيالتي ألعبه واتكلم عن بيثمر اي احد في اي فريق اول درايف تلعبه هيكون اصعب حاجة حياتك هتشوف ناس يجروا عليك كذا عارف وتحس انك انت في وسط الخط السريع شفته سيمبا لما نبوه يطيع ومدريه ووجه التراب يصدوم نفس الشي والله نفس الشي لدي الناس طيورين عليك انت اش هقل قدوبك طالع من الفيلم شهر 20 وليش لا 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 ماتبعي شهر 20 وليس انه دكريات سابقة كويس ايش سامونه فتشوف الناس يرين عليك في الدرايف الاول تبدأ انت يعني هذا جزم عارف تبدأ انت تحط ايش هبغ اسوي انا هكمل ولا هبطل هنا يبان هنا يبان عليك كشخص انت هتكمل ولا هتبطل وترى يعني تريلي تشالنجيه عارف مدى شجاعتك مدى خوفك من الاشياء مدى تحملك للاشياء تحداك الكل امريكيه احنا كنا خسرانين حشرة سبعة حلو لا كنا والله خسرانين سبعة ثلاثة معلش سبعة ثلاثة وكانوا الشباب متحطمين خشيان المباراه قاعدين انفجع نلاقي الناس قاعد يجروا علينا نلاقي الاشياء كل العيال الخايفين كل العيال مترددين فيه تردد كبير ولفريق الحقيقي الكورن أمريكية كان عبارة عن باس ورن فاللي كانوا قادوا يساوي كله رن 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 ونحن فريق مرة كويس في الباس احنا احسن شي نسوي في حيان الباس الكورترباك الحقيقي وصل ستين يارة بعيد وكنا نغطي الشباب لم يعد كنا مرة كويسين في الباس فهذاك كان أول باس لهم فريق الكورين ورام الكورة فلتها الكوبي لقى محسوبك عند الكورة أنا استلمت الكورة أنا ماني مصدق إن أنا استلمت كورة لأن دائما أنا أتمرن مع شباب كلنا لما يتمرن أول ما يستلم كورة تعرف اللي كده حلاص أبرا أرجعها هذه المنتاليتي إنه تجريبها تجريبها لين النهاية أو تجريبها لين تشداون خلاص هذا الهدف الأساسي مو أنه أجل أو لا أطيح أيو لا ما أطيح ما في طيحة خلاص هنا أنا أحسجل وما تجيك فرصة يعني مرة ثانية إنه في المباراة نو تجيك هذي حكايا ثانية ما أحد مستحيل جيك فأنا عارف إنه هذي الفرصة الوحيدة اللي هاجيني إنه أسجل فااااااااا استلمت الكورة كي بد أنني مصدق شوية أشوف الشباب في السايل لائن كلهم ينقزوا ينقزوا كي نطنطوا الكتش يلوني يروح روح روح فأنا روحت على جهة السايل لائن حقنا وانا رايح على السايل لائن حقنا ألاقي الشباب كلهم قاعد يجروا معى عارف فألاقي شباب كلهم رايحين معي وقعد يجروا ومنطلقين أعرف فاللي صار طلع لي الكيوبيين اللي رمالي الكورة هو أول واحد جاني فلما جاني أنا قلت حينة يا أطلع في خيارين عندي الملعب هو أضيق الملعب علي فخلاص صار يا عندي يا أني أطلع برا يا أني أخش فيه وأنا ما قلت خشيت فاحا يعني إحنا في التمرين كنا نتمرن ما كنا نخش في بعض كنا نحاول نحاول نتمرين نتمرين آمن يعني أيو أن التمرين آمن وما نعور بعض فأنا ما في التمرين ومديرين ومديرين وما نتمرين ما كاننا نتمرين لكن هذا من أمرة وتمرين شباب قالت على قوله معه فقررت أنا أنه إيش أنه أول أول التمرين خلاص لحين هذي جد من دي أخيت السبب على الأيمين وانزلت له يسار الرجال ما شاء الله هو يلعب رقبي فكان يعني متشعبد في رجلي لسا ماسك مقرط عليه ما يبي فقني وراصة هنا فأنا ديت واحدة أطاق على راسه ممكن طاق بقوة عارف أبو بنش ستيف ارم يسموها أطاته ستيف ارم نزلته على العشب لسه ماسك في رجلي لفيت كذا عشان أسحب رجلي ولسه أنا واقف حبيبك على قولة ثلاث سنين واقف جامد ما يطحش إلا جاء الفريق كله حق الكويت طبعا جاء الفريق كله حق الكويت أنا قلت يا ديني لا أنا حتك لك دعان خلاص ثلاثة جوني ثلاثة من الأشخاص حقينا الكويت وهم أول ناس وصلوا لي آآ شوية ألاقي الثلاثة أول واحد جاء أمجد كذا أول ملفيت ألاقي أمجد كذا خشي قدامي هنا كذا عربيا كذا خشي أمجد نتفى رجال واحد كبيري خلاص صليح يتكلني أمجد نتفى في وجهه عما أمجد طاح طبعا أنا خليت أمجد يطيح يعني نتفى وطاح أمجد لأنه مرة كبيرة مرة كبيرة واحد يمكن وزنه 150 هو هم شيء إنه عطلو أيه هو عما 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 رجال كي بس عارف هو مهمته مان تو مان بلوك أنا عملك إياه أنا عملك إياه أمجد نتفى الرجال رجع شوية بس بس أمجد طاح ورجال مرة كبيرة 140 وأمجد كان وزنه 60 فأمجد يا نجاث أدل عليه زيادة الله يعطي العافية يعني 60 بس 60 60 كيلو هذاك 140 كيلو براه إن شاء الله إن شاء الله مرة كبيرة والله ما أكرب والله رجال مرة كبيرة دب كذا ومدريش وخلاص أنا هذا حيمسكني ومسكني ما حدي ولا حفرك ولا حيزوي أي حاجة شوية في ثلاثة قلت لكم اللي بعده واحد من العيال شاله اللي هو وجيه اللي بعده كمان واحد من العيال شاله اللي هو طاشكندي فخلاص صار طريق مفتوح لي خشيت كسرت أنا وخشيت يسار عديت 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 اللي يساروا العيال معي ثاروا معي اثنين ياسر علي ومعايا شريف وممكن ممكن عيسى العمودي ممكن ما أنا متأكد وأشرف كمان ولحقونا العيال كلهم وشوية يجونا الليال مبسوطين وسيرنا دحين فائزين على الفريق الكويتي عشرة سبعة هذا في ايه تقدمنا انه مثلا قدمنا ايو احنا في شوط الأول احنا كنا فائزين عشرة سبعة وخرجنا من الخرجنا يعني للوقر روم وروحنا خدنا نبريك حق ال 15 دقيقة ورجعنا طيب خل يعني خلينا نقول دحين خلصنا بارة الكويت الخسارة احيانا تخلي الواحد يقول لك خلاص يعني يسيب ويمشي اوكي في بعض الشباب راحوا يعني كل واحد ما عذره ايه تمام ليش يتواح من الناس اللي استمروا انا اقول لك ليش انا صراحة انسان في حياتي كلها من يوم ما كنت صغير يمكن من يوم كان امري سبع سنين او عشرة سنين ممكن ايه عشرة سنين خلي نقول عشرة او او اتناعش او اتناعش كي في هذه الحدود كان عندنا حصل لي موقف انه ابوي جاب مودم حلو وهذا المودم ايش قصته مودم او ايش اقول انه شفته هده في تويتر صح ايش الكلام هدي حطيت في تويتر ممكن حطيته ممكن لا بس ما حطيته ممكن من زمان ممكن واحد ما يدي عنها اتوقع ان ما حطيتها ممكن اخوي بس صغير اللي يدي عنها عبد الله وممكن اخوي كمان الثاني حمي فكان عندنا مودم وهذا المودم كان ايش ما هو زي المودم الثانية وما يعني الطريقة حقته وحقته حقته صعبة مو زي المودم الثانية وبحثت في النت وحاولت كيف انه اباش اشغل المودم هذا عشان خلاص احنا بنشبع احنا كنا ايش زمون هذا الديسل مو ديسل قبل الديسل او الشي السيء ذاك حق التلفون ايو حق التلفون ترفين الناس ما يعرفش السيء هذا دمان كان السرعة 40 كيلو بايت تيرو عند تشتغل وتحدث الصفحة تروح ترجع ومتريش وتتقهوة ولسه ما تحدثت فكان مربطي الديسل لمن جاء كان تقريبا 2 ميجا او 500 كيلو بايت اوه هاد كان شيء سرعة والله نقلة نوعية ايو فاني منشب ايو فاني منشغل الديسل هذا حقنا فحاولِنا بينا واخوي semis حاولنا بينا وعبدو حاولِنا بيا حاولِنا بي . حاولِنا role أشتغلِنا على المريب وايحنا Thinking 4 قائدنا طويم أخواني كلنا بطلوا فقدوا لم لامل قالوا بكرا اجيه برجال ويجي شغلوا حلو انا قلت ، والله اليوم اشتغلها هذا الشيء حلو بعدت لينا الساعة وحد الليل وأنا حاول وحاول أحاول وأنا ما عارف أي حاجة في النتوارك ولا عارف أي حاجة في الكنتباه ومالي فيها ولا انجليزية عنها أمشي حالي أعرف أبو إيش أبو أعرف حقيق كن في القرم مدير كيف عاجاتها بسيطة مرة كنت فقط التوفير اللي في داخلك اشتغل التوفير اللي في داخلي والحماس اللي في داخلي أنا أشغل هذا الشي وهذا هدف اليوم إننا أشغله فقعدت أحاول 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 جاءت الساعة واحدة ونص أسوي فمش للصفحة اشتغلت كيف اشتغلت ما أدري بس اشتغلت ليس اشتغلت ما أعرف فلندهتر يا إخواني اشتغل 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 يودي التالي المفروض يكون عندك محلة تبقى عشر ريال هذا بساعة لا والله قبل قليل أبغى فلوس كثير أعرف يكون فكريش أن أبراج أشياء زي كده أعرف طب هل بسبب هذا أنت دخلت الـ IT؟ هذا حد الدوافع أنا كنت بصير هاكر الهدف إن أخش كمبيوتر ساينس إن أبغى أصير هاكر عند الحين في حاجة أعتقد في الهاكاثون حق الحج ولا شيء زي كده يعني هل كان في المجال نفسه أي ولا برمجة الدرون أعتقد إن في حاجة الحين حاليا هو الشيء الفكرة الفكرة أنه في معسكر المعسكرات هذه يسووا فيها أكثر من المجال يسووا مثلا فيها ميشيل ليرنينج يسووا فيها الله مصر الحمد انفرنشي سيكورتي تشالنجيز يسووا فيها في أكثر من حاجة طيب فتوجه إنه إيش إنه يطلع المهارات الشابة هذه وفي ناس كثير معنى يعني يكونوا كويسين هاكينج واشياء زي كده وما أحد دار عنه وما أحد أشغله لا يا أخي تعال اشتغل الله يوفقت يعني تفكز ما يعرف فيه فيه فضائف للناس اللي زي كده طيب حلو يصري أنت الحين شغلت المودم صحيت أخوانك من النوم أي صحيت أخواني من النوم يلا تعالوا شوفوا اشتغل الشيء انبسطوا مرة وانبسطنا فهذا أقول لك هذا توجه مني في حياتي إنه أنا دائما ما أستسلم من أول مرة أبغى أحاول مرة ثانية أبغى أتعلم من أخطائي أبغى أتحسن في هذه الحاجة ما أبغى أوقف فبعد المبارة حقت الكويت كثير من الشباب يعني اللي كنا نعرفهم بطلوا وما ألومهم أن نبطلوا يعني ممكن عندهم ظروف ممكن عندهم مهدافة أخرى كل واحد يروحهم في إقدارات وعارف أنا بالنسبة لي في ذيك الفتاة أنا كنت شاف الكورة الأمريكية هي أنسب خير لي بنتني في يعني كنت أنا إنسان ما أؤمن برياضة حسنت صحتي رياضياً صرت مرة مرة كويس لفل يعني ثاني هارول ستة وثلاثين سبرينت تتذكر كل اللي يعني هارول ستة وثلاثين سبرينت ليس هارول نجري ستة وثلاثين سبرينت يعني وكل واحد تقريباً ثمانين نياردة أو ثمانين متر إلى مية في هذه الحدود فـ لنا كل أنا عارف إنك إنت تستيجي دي جي تطلع معاك خمس أشخاص وكلهم ليقتهم فل 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 هو تحدي داخلي أصلاً بين بعض هو أخواني هو تحدي داخلي تحدي قوي مو دارت يعرف اللي إيش اللي لو حسيت أني حتوقف هذول الجماعة حيتكملوا وإنت حتقعد تحت لا أنا بغا أكمل معاهم فتلاقي نفسك إنت بعد راحان يجيك مثلاً ألم خفير تلاقي نفسك إنت تعرج وتكمل تلاقي نفسك تعبان تقوم ما تقود لشان ليشو فوق جالس ويقولوا تكلوا تعبان عارف؟ وغير كده حتى أصلاً حتى لو أنه فصلته زي كده هو شوف أنت ما تحس أنك أنت ضعيف في الفريق صح شكلك ما سيكون حلو أول شيء ثاني شيء الحلو فيها أنه الفريق كله يرجع لك صح أنه يشيل بيدك يلا قوم صح صح كان في حماس هذي عندك هو هذي الأخوة اللي كانت يعني المتراحة ما تلاقيه في مكان ثاني يعني لو تمريك كرة قدم ممكن يعني يسألوا عنك ممكن لا إحنا كنا نسأل عن بعض تلاقيين أنا و特ع بتواصل مع شباب كلهم اللي عندي اللي معî في الأحسق أو ما전ف آمون عليهم مو كل الأحسق طبعاً ما حدة قدر ذلك ثاني تكفين أنك تعلق حتى تكسم الشغل أيو تكسم الشغل وحتى لا يعني أنك تشتهد حتى أحيانا الناس ما يرى يلعبون عقعدة ضدك في الأحسق وما أنت موجب انك مثلاً كليدر للع Bernie أو Last ofens انك تتواصيل معه بشكل دوري عارفا لكنا نجتهد أن نحاول كأخوان وكناس لعبوا سوا وبيننا عايش وملح نحاول نتواصل معاهم حولو طيب هذا بالنسبة خلينا كده النط شوية سريع باقي الأشياء اللي هي مثلا خلصنا موضوع الكويت رحنا لكذا مباريات حتى استمرين أسواء كان فيتنام أردن وباقي الناس جد فترة اللي هو ممدوح في دوامه لازم يطلع الرياض طيب نيجي لفترة الرياض هي صح عشان تبني حاجة يبغى لك وقت وصبر ورغبة وجهد عالي ما هو شي سهل صراحة انه يد واحدة تصفق طيب طلعت الرياض حلو بدأت ستيب ون اللي هو موضوع انه كان فريق هناك مع بعض الشباب اللي موجودين كان في شباب مريدي هم شغالين يحاولوا يسوي فريق وكانوا مجتهدين ما شاء الله على يوم يعني يحاولوا ما عندهم كوتش عندهم كوتش بريطاني بس ما كان يحضر كل التمارين يعني كان في عندهم حوائق كثير مرة كثير فانا لما جيت انا على اساس انه يعني ان شاء الله ادعمهم ويحاول ان اعزز لهم لكن يعني فيه نقطة مهمة في الكوري الأمريكية مرة النقطة هي انه انت يجب ان تحديد ان تحديد انك انت يجب ان تتمرن وتتحديد انك تتطور ما تهدف انك انت وي وتقعد محلة الجماعة ما شاء الله يعني كان وصلوا لليفل كويس يعني لليفل تقدر تقول انهم هم يقدر يبنوا عليه لكن كان عندهم مشكلة واحدة وهي انهم يعني يعني يغيبوا على التمرين كثير مرة يعني مثلا يجو فترة ينتظموا يجو فترة يغيبوا فترة ينتظموا فترة يغيبوا فهذه كانت احد المشاكل يعني اللي تواجهنا دائما وطبعا يعني انا عارف انه يعني يعني من يزعلان منه ولا يزعلان من احد عارف انه بس عارف انه يعني الناس تجيهم ظروف والناس تجيهم اشياء ومو كل واحد هدفه الاساسي كورة امريكية ومو كل واحد يعني شوف الكورة امريكية هي الشيء الاساسي فعادي يعني هذا سنة الحياة عارف مو كل واحد يركز معاك على نفس هدفك يعني مو معناته حتى لو ما ركز معاك معناته انه يكرهك او معناته انه عدوك لا انت ركز على هدفك وخلي الناس يحبوا هدفك ولو ما حبوا ما انت مجبور انك انت يعني تجبرهم انهم يحبوا او تكرهم او تكون عداوات لا يا اخي فوكسو نيو بلدو نيو اجمع الناس اللي معاك في نفس الفيجين حقك يشاركوك الفيجين هتلاقي نفسك وصلت للفيجين اللي تبغى واحدة من الاشياء اعتقد غير انه دعما من فريق جدة وفريق الدمام على موضوع فريق الرياض لازم شوين نغيره في الخطة صراحة سواء كان اهداف اساسية للفريق او حتى اللعيبة انترنال بينهم داخليا تطويرا للشي يعني لازم نبدأ اشياء زي برامج زي دحين مثلا بودكاست حق الدوري السعودي حق الكرة الامريكية بودكاست لكل فريق مثلا هذا انويه انه تجيب لعيب ركروتنج على اساس انه يبدوا الناس داعي اكثر للعبة صراحة فيه مبتعثين كثير راجعين دحين مثلا امريكا ومعرف انه فيه فريق كورة امريكية سواء كان رياض جدة ودمام حتى فهذا هدف المفروض انه احنا ككل فريق المفروض بعيدا عن المبتعثين حتى يعني انت دحينه خلينا نفكر بشكل اكبر انت دحين عندك الناس كلهم اغلبهم في كثير ناس عنده اهداف رياضية بحق النبو ، ولا يدده لله او عنده اهداف رياضية مثلا د Commission َ ٦ ٦ ٦ آه ٤ ٦เ٠٠٠٠٠ cuánt القم يلاقي كل الناس اللي حوله نظرة المجلسة فإن الناس لديه المائدة player من الناس اللي حوله مركزت عن الطبان قوة القدم batرات han الاعادة فيلاقي نفسه هو يعني ما اقول لك انه طباخ ما هو كويس يعني عادي مو لازم انت تكون كورشتان رونالدو ولا ميسي موهبة هي زايدا تمرين وانت ما حطت الموهبة ولا تمرنت وما تجد تتمرن اذا انت في انت كويس اريدي يعني ما كنت كويس من البداية هتلاقي نفسك انت انت تتمرن تطفش وتكررها للعبة فضروري يكون في عندك بدائل ضروري يكون عندك انت اشياء اخرى تكون قادر انك انت تأدي فيها تستمتع فيها تتأقلم معها يكون في البيئة يشوفوك انت كويس فيها يسألوك لو تلعب غولف لو تلعب تنس لو تلعب ويت ليفتنج لو تلعب كمال اجسام لو تلعب اللي هو اشتامونه التراك فيها يعني في غيرات كثيرة يعني ما هي مدعومة ويبغالها دعم قوي لانه انا اشوف المواهبة السعودية والله امين احسن المواهب في الشرقة الوسط لكن يعني الدعم حاجة ضرورية من ناحية انه توفير المنشآت توفير السهولة الوصول للمنشآت توفير الكوتشنج الدعم القوتشنج اهم من دعم العلمنشآت حتى لو عندك كوتش يوغيك كاف تسوي الخاجة تسوي عبارها منا ليرة ويعطيك مجهود والله يتستحعى لدمك يعني انه تشوف الكوتش يجي التمرين قبلك يحط الكنز ويحط الاشياء يقول لك كذا تسوي ويقول لك يعني انت انا انشوف فيك موهبة حتى لو ما قل لك حتى لو بساكت مثلا يعني ممكن فيه كل كوتش عنده طقيقة أيوه يكون أنت أورادي عندك الرغبة الداخلية أنك تسوي الشي دا صراحة المدربين عندهم ميزة أنهم يشوفوا أحيانا شي فيك أنت ما تلاحظه في نفسك يعني أو كتطوير لك أنت مثلا من عضلة معينة من تمارين معينة أنه حسن من من ناحية معينة أيو شايف فيها أنه تنجز حاجة مثلا أنت ضعيف فيها يعني أغلب اللعيب اللي هم الممتازين فيه مدرب وراهم هو اللي شاف فيه حاجة وفي بعض المدربين بالعكس كمان حتى ممكن تلاقيه ما له خبرة أو أنه يطلع فيك الشي اللي هو الكويس فخلينا دائما إيجابين نتكلم على الناس اللي يطلع منك الأشياء الإيجابية فأعتقد سواء كان من طريق أنه داخليا كملعب حتى خارج الملعب إحنا بطريقة تسويقية أكثر ممكن نفيد الشي هذا اللي هو مثلا بتبدأ في أشياء جديدة سواء كان برامج تفيد اللعيبة أنه اللاعب نفسه تسويق اللاعب نفسه هو اللاعب يطلع بشي معين إيش القصة اللي خلتك تجي للكورة أمريكية مثلا نبدأ كلنا نشرح أنه مثلا الكورة أمريكية كيف تلعب بطريقة هل كل جسم يستفيد منه الكورة أمريكية ولا في ناس ما تعرف أنه هو ما شاء الله متين ما يعرف أنه له حاجة أسهل قدم إذا جاء متين يقول لك حارس حارس فمشكلة الناس يعني لسه يعني وهذا صراحة يعني تكسير مننا يعني المفروض أنه إن شاء الله الفترة الجاي أنه نحاول أنه نسوي الشي هذا نطور اللعبة مثلا هنا في السعودية بنفس الوقت يعني إلينا إن شاء الله كل أمور تترتب سواء كان في كل الفرق الفريق اللي في الرياضة الفريق اللي إن شاء الله في التمام الفريق اللي مثلا في جدة طبعا شوف يعني من ناحية أنه تكسير مننا أنا أنا ما شوفه تكستير أنا شوف أنه يعني كيف أقول لك أنت كشخص يعني مستخدم يعني ما أخذ اللعبة هذي كهواية حلو فإنت كهاوي للعبة أنت مستحيل أنك يتكت أزا فول تام جوب يعني ما تقدر أنك أنت تعطيها مثلا أربعين ساعة تعمل عارف هو صح من ناحية تدريب وتمرين هو صح بس خلينا نيجي مثلا لأول ما تيجي أنت ترسخ لعبة في مكان معين لازم يكون في مجهودات لازم يكون في تضحيات أنت ممكن ما حتأخذ الشي ده بس غيرك بعدين حيأخذ صح كنا معهم محظوظين أنه إحنا قدرنا نحصل على تمرين من أشخاص يعني ما شاء الله لعبوا على المستوى العالمي يعني مستوى أمريكا هو العالمي فمثلا كوتش عبدالله كوتش بلال هذول الثنين كلهم ديفيجين ون بلير يعني ديفيجين ون يعني في الكوليج ليفل نتكلم هذا يعني يروح بعضها بعدها درافت على طول شي مرة عالي شي مرة عالي زي كأنك أنت خلاص أنت من من تلعب في الدور الإنجليزي ولا تلعب في الدور الإسباني هذا المثال يعني لها فكانوا مرة كويسين وكل شعب يعني كلهم حصلت لهم ظروف طبعا وصابات وما ده غير ولا كانوا ممكن في الدرافت يعني حتى كانوا أول كونفرنس وفيه يعني لفلاتهم مرة كويسة فغيرهم في كوتش صلاح الدين كوتش مارك كوتش آآ الله مصر الحمد بول يعني في أكثر من ثمانية أو سبعة كوتشات مروا عليه وصراحة أني أطيب العافية كلهم بس أكثر واحد الله يعطي العافية صراحة كوتش عبدالله والله يا حييي يعني هذا الرجال صراحة صبر 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 علينا الله يطي العافية الله يعطي الف عافية ولله كوتش عبدالله ويوفق وما كان ما يكون الرجال يعني قعد معنا فوق سبعة سنين أو ستة سنين وهو يعتبر من الأناس اللي بدأوا من المؤسسين معنا يصومنا أحد أول المؤسسين المؤسس الأساسي يعني يعتبر عارف ككوتش ككوتش انت تيجي ما تعرف كون أمريكية الرجال بدل مجهود مطبيعي بحيث انه ينقلنا لليفل مرة عالي كان يخلينا يحضر كلاسات يدرسنا يدرسنا كون أمريكية تعرفوا نفك سلايدز وناخد نوتز ولو ما ما ناخد نوتز ونيجي نختبر ونغلط كان يعاقبنا هذا ليفل ما أتحداك لو الدور السعودي يسوي هذا الحاجات أنا أتحدى وخليني أبغى أبغى النادي للاتحاد ولا نادي الأهلي يأخذوني يودوني يقولوا يشوف هنا عندنا البروجيكتور ونعرض لحنا المفروق ونشوف التكتيكز ونشوف الأشياء ايو أتشوف أعتقد عندهم خليني نتكلم مثلا بطريقة احترافية بس يعني هو صراحة نعيشنا الجو الاحترافي بيتكلم كأنك أنت أريدي في نادي يعني انضباطية سواء وقت احترام الوقت التمارين حفظك للعبك أنت وحفظك للعب غيرك أنه تكون أنت مسؤول أن الرجال هذي يسوي الشيء صح ولا لا صراح صح فصبر علينا إن شاء الله الله يعطي ألف ألف الفعافية صراحة والشيء الأهم يعني صراحة الله يعطيهم العافية أمهاتنا وأباءنا أوكي هذا كمان شيء مهم صراحة يعني الله يعطيهم العافية ويطول في عمارهم يعني الله يعطيهم ألف عافية الوالد والوالدة يعني كانوا يتعذبوا يتبهذلوا معنا سيارتنا نحقات البيت كلها صراحة صبر والله تبهذلت يعني صراحة صبر يعني ويعني كمان إحنا كنا نتمرن في مكان مرة بعيد يعني كان التمرين في جامعة 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 إكس أوكي ما نقول إيجي إحنا بدنا نقول بس والله ما يبغون أن نقول ألم كنا نتمرن في جامعة الجامعة هذي تبعد عن جدة يعني عن جدة يعني شمال جدة خلينا نقول تقيبا حدود 32 كيلو 28 كيلو فهذا حدود عن بيتي تبعد 62 كيلو يعني كل يوم أنا أدق ومع الشوارع ومع الزحمة وتطلع من الخطة الفلانة وتطلع كل يوم كنت تقيبا كل تمرين مو كل يوم كل تمرين نتصل عليك نلاقيك دائما عند سفارة أمريكية سفارة أمريكية الله نيك فضيحة فهذه كانت الخرشة اللي دائما أقولها يسلوا يفعلت أنا قريب أنا عندي سفارة أمريكية وطبعا أكون أنا ديست في البيت قاعد ألبس الجزمة أو لا هذا غير التمارينات الخارجية اللي نسويها سواء كان الممشى البحر كوسفيت فيلد كنا نلعب كوسفيت فيلد نحنا أول ناس لعب كوسفيت فيلد في السعودية بس خلاص يعني ساعة أثنج ساعة أثنج فزي ما أقول لك فكان ملعب مرة بعيدة يعني ياخذ مني ساعة ساعة ولا ربع بالقليل ساعة لا ربع عارف وسياراتنا تزهزهت وكانوا شباب معي يجوا يطلعوا يناموا يصحوا يناموا يصحوا وإحنا ما وصلنا كأنها ألان نتوجه إلى مطار رياض والله مرة تعب فكان يعني الوالد والوالد الله يعطيهم الفارقة كان يصبر علينا غيابي يعني في فترة التمرين أنا رتاعة رايح ساعة جاي والتمرين ساعتين فأربع ساعات في البيت إنت من أنت فيه عارف ويكون مثلا يحتاجوا مقاضي يحتاجوا أشياء وهذا دورك كابن إنك إنت تخدم أهلك ووالدك ووالدتك أصبع أنك وما لك أي شكر ولا تشكر لذلك يعني هذا قل من واجب والله يعطيهم الفعافي إنهم صبروا علينا آمين يا ربا طبعا يعني فيه حاجة مره مهمة في الكورة أمريكية ترى سبورت يعني تتحول معاك للايف عارف يعني تتحول معاك لحياتك عارف لايف ستايل أنت مثلا كيف تجي بتخش في الأشياء كيف مثلا أنت تتعامل مع المواقف إيش وضعك مع الإحراج إيش وضعك مع الناس كيف تتكلم من بابلك هل هتتكلم ولا هتخجل عارف؟ الجد يفرق عن المزح أحيانا بس لا وقت الجد جد أنت نازل صراحة بتلعب يعني بتكون أنت رول موديل يعني الناس بتشوف أنت إش جالس سوي وأصحابك اللي ضيق ما كشوفه تكون مثلا أنت كابتن بيشوف الكابتن كيف إذا الكابتن بيلعب فلي يعني كله حيبدأ يعني يماط يعني ما بيستفيد أو ما بيتعلم إش المراكز اللي هو بيسويها فإنت تكون مسؤول تحس نفسك إنك مسؤول قدامهم في الأخير لازم تأدي أنت الواجب اللي أنت عارف أي خطأ سواء كان في الديفنس أنا دائما أحمله نفسي صح كقائد يا سيدس كليدر أنت تتشيل المسؤولية الأولى والأخيرة أنت دورك إنه هذا الشخص عارف إش هيسويه وسويه صح وكمان فيه نقطة مهمة كمان أنه أنت حتى كمان لما واحد من الشباب يلعب كويس أنت تتشيل المسؤولية إيش المسؤولية كليدر هذا اللي قاعد يسويه هو أنا لازم أصبح أحسن منه لازم أو تحدي مو تحدي مو مو تحدي بناحية حسادة لا مو تحدي مو تحدي لازم أثبت نفسك لازم أثبت نفسي عشان هذا الرجال لو ما أثبت نفسي ما رح يحس يعني حيحس إنه الحاله قاعد يلعب فاهم؟ ولو حس إنه الحاله قاعد يلعب مستوى سيهبط فإنت دحنة إنك أنت تطلع أعلى منه مثلا هو سوى تاكل تسوي ثلاثة تاكل هو سوى سيفتي تجيب تتشداون وهكذا عارف ومثلا حتى كمان فيه جانب يعني زي ما قلت في بداية البرودكاست إنه إيش إنه الناس يشوفوها لعبة مطاحنة هي مين لعبة مطاحنة هي تكتيك إنت ممكن تخش اللعبة قبل اللعبة وإنت عارفش اللعبة وباين اللعبة لازم تعرف أشياء يسمونها ريدز تقراها يعني تعرفها قبل اللعب ففي ريدز كثيرة يعني مثلا مثلا شيكس مو ريدز شيكس و ريدز برضو كلها كلها تعمل ففي مثلا داونين ديستنس مثلا الحق الخصم تأديين في المكان معلومات إنتم مرة هذه هدي هدي حنبدأ حنبدأ نفهمها مني حاجة نحاول أنه حنبدأ نسوي مثلا توتوريال سوى أشياء معين يس ضروري ضروري ننتقل إنه على زي ما قلت أنه إحنا كنا الفترة اللي فازت شغالين على الـ silent mood نبغى نطلع بس ما نبغى نطلع يعني نبغى نطلع عن بين حالنا بس ما نبغى نطلع على الـ social media ليش ما نبغى نطلع على الـ social media تغير الـ social media ما هي يعني ما هي شي خطئ وهي شي سيئ صح أنه إحيانا أنت بغى تحاول هي فيها الـ positive and negative أي نحاول تعبض على الـ personal الناس بتشوف الـ الـ الناس بتشوف السلبيات أكثر صح في ناس بالعكس بتشوف الإيجابيات أنت برضو بتضيف شيء إيجابية في الشيء هذا ما شاء الله عشان طولنا بالعكس والله والله تعبا يعني أبغى نكمل عارف في كلام كثير من انسى يقول أنا و أنا مفتح للموضوع كمان أكثر بس إن شاء الله في يومنا اليوم برضو حنكمل أكثر ناخد جلسة تانية؟ هناخد جلسة تانية توعدني؟ بإذن الله بسميتها الله يعلم لا مو مشكلة أهم شي إنه شفناك عافية والشي والله الله عافية صراحة شرفتنا شرفتنا والله خليك قول ما ننهي دائماً أتضيف بيوجه سؤال هما حيكتبوا في الكومنتات تحت أنا أوجه لهم هما سؤال إيه وتوجه لهم سؤال إنه مثلاً إيش اللعبة اللي علمتك انضباط ما عرف حاجة تضيف لهم شيء إيجابي أو تلمس فيهم هذا سؤال يهمني إنت إيش يعني هذا هذا أبغاهم هما يجاوبوا بس أنا بس لسؤالي هذا سؤالك إنت أبغاك تقوله يعني أبغاهم يجاوبوا عليه طيب توجه لهم إنته لا أبغا أجيه سؤالي أنا إيش اللعبة أو الرياضة اللي علمتك الانضباط إذا ما عندك علمتك الانضباط ابحث عن هذه الرياضة أنا هذا جوابي له بس يعني أبغاهم يجاوبوا يقولوا يعني مثلاً في شخص حب الجيجوتسو مثلاً أبغا يقول لي أنا أحب الجيجوتسو مثلاً شخص حبي التراك يحبي يجري يهرول الله مصر الحمد يقافز حواجز طيب أنت دحينا قلت السؤال والجواب لا بس إيش سوي أنت؟ لا يعني أبغاهم يقولوا رياضات يعني عارف بس هذي أمثلة يعني هتبرها أمثلة خلاص هتحسبه هي ختاماً لا أبغا أقول السؤال حقي هذا السؤال طيب سؤالي يا طويل العمر والسلامة كيف أنت تقدر تدمج بين حياتك الشخصية ورياضة؟ جاوبوا أنتوا كيف قدرتوا تسوي هذه الحاجة وخلونا إحنا نعرف شاركوا معنا تجاربكم وإحنا كمان حنحط بعد فترة كيف إحنا ننصح أنه الواحد يقدر يدمج بين الثفورت ورياضة والحياة الشخصية وحياته العملية يعني لأنه هذا جزء مهم وهذا اللي حاببت أقوله في البداية هذا سؤاله والجواب عندكم تحت في الكومنتات يعطيكم ألف عافية وإشاء الاستماع والمشاهدة في نفس الوقت يعطيك ألف عافية الله عبدك عبدو حبيبي شكرا 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 شكرا